عندنا مثل في مصر بيقولك جار السوء أصبر عليه لغاية بتجيه لمصيبة تاخده مشكلة أن العرب عندهم جيران سوء جيران سوء يعني عندهم أربع جيران سوء ليهم خصائص خمسة بس خلانا نقول هم أولا مين لأربع السوء الباقي مش سوء في تقديرنا يعني إيران، تركيا، إسرائيل، إثيوبياء ولهم خصائص خمس أولا يجرون حروبهم على أرض العرب بالوكالة ويستخدمون وقلاءهم العرب بالعمالة إيران تضرب إسرائيل بعيد عربية وتتلقى الضربات من إسرائيل أيضا بالوكالة على أرض عربية سواء زي ما شفنا مع مقتل قاسم سليماني أو ضرب القنصلية الإسرائيلية في دمشق وكذلك يفعل الأقراض الذين يضربون تركيا وتركيا ترد عليهم على أرض عربية في العراق وسوريا اتنين، الجيران يجيدون استغلال الانقسام المجتمعي ده مهمة أوي الانقسام المجتمعي والديني في الدول العربية ويجيدون تحويله إلى انقسام سياسي ثم صراعات تؤدي لخلق دول فاشلة الحوثيون والحجد الشعبي والشيعة بصفة عامة هم أدوات إيرانية للتدخل في إيران وسوريا والعراق ولبنان وكلها مع الأسف دول فاشلة الإخوان المتأسلمون من وجهة نظر أردوغان أدوات تركية للتدخل في سوريا وليبيا ومصر وتونس لو لا إن مصر وتونس استيقظتها كنا زمننا كلنا بقينا دول فاشلة وجيش لحد في لبنان أثناء حرب لبنان كان أداء إسرائيلية للتدخل في شؤون لبنان وتحويله إلى دولة فاشلة إذن هي أدوات في أيدي جيراننا لضرب الدولة الوطنية والتكامل الإقليمي لهذه الدول العربية ثلاثة الجغرافيا ليست حاكمة في معادلات العداء والصداقة بالنسبة لجيران السوق فإسرائيل هي في علاقات عدائية صفرية مع بعض الدول المتاخمة لها جغرافيا زي سوريا وزي حزب الله في لبنان طبعا زي الفلسطينيين وفي نفس الوقت هناك علاقة سلام بارد مع مصر والأردن وعدد من الدول العربية البعيدة عن إسرائيل جغرافيا تركيا في علاقة صراع مع بغداد ودمشق ولكنها في علاقة صداقة مع كينات بعيدة عنها جغرافيا زي قطر وليبيا والسودان بشكل أو بآخر وإيران بترفع شعار العداء مع إسرائيل البعيدة عنها جغرافيا لكنها في علاقة تنافس وعداء مكتوم برضو مع دول الخليج اللي بتخشى إيران المتاخمة لها أكثر من خشيتها إسرائيل اللي بتبعد عن دول الخليج جغرافيا وبهذا بينجح جيران السوء في الالتفاف حول مفهوم الأمن القوم العربي بمعنى أنهم يقتلون فكرة الإدراك العربي المشترك لمصادر التهديد ولعلاقات التعاون فجيران السوء يتعاونون مع بعض الدول العربية سواء بعيدة أو قريبة جغرافيا ويناصبون غيرها العداء أربع هؤلاء الجيران في علاق التعاون أو تنافس مع بعض ولكن دائما على حساب العرب ومثال ذلك واضح فلولا الدعم الإسرائيلي لإثيوبيا والدعم الإيراني للحوثيين والدعم التركي للمتأخونين والعداء الممصرح يعني المحكوم بقواعد اشتباك متفق عليها بينهم لمحتاج العرب لهذا الكم من علاقات التعاون وفي بعض الأحيان التبعية مع دول كبرى روسيا الصين أمريكا الاتحاد الأوروبي كي تحمل عرب من جيران السوء خمسة كل هؤلاء الجيران لديهم مشروعات طموحة كي يصبحوا قوى إقليمية بالخصم من القوى العربية زي أسيوبيا على حساب مصر والسودان وتركيا على حساب العراق وسوريا وليبيا وإيران على حساب المشرق العربي كله وإسرائيل على حساب الفلسطينيين طب الحل إما أن يواجه العرب العالم مجتمعين كالإخوة أو ننصحق أمام العالم مهزومين كالحمقى إما أن نحدد مصائرنا بأيدينا أو تتضهور أوضاعنا من فاعل لنائب فاعل لمفعول لأجله لمفعول به ثم مفعول مطلق وأخيرا المجرور على أنفه اللهم اهدنا سبه للسلام ونجنا من الحروب إلى الآمان أمين